أستاذ أميل حدك معاهم من البداية خالص من وقت التأسيس الجامعية النور والأمل اتأسست سنة 1954 عظيم كأول مركز في مصر وشرق الأوسط لتعليم وتأهيل ورعاية وندمك في المجتمع للفتاة الكافية أيها سنة 1961 مؤسسة الجامعية مادام استقلا الرادي مع الدكتورة سامحة الخولي اللي كانت وقتها حصلت على الدكتورة في الموسيقى من إنجلترا أسسوا محد موسيقى النور والأمل على أسس أكاديمية وزي أي مدرسة موسيقى في العالم الفرق الوحيد إن النقطة الموسيقية لازم تكتب بالبرايل فالبنات الزغيرين كانوا بيحضرهم دروس المدرسة الصبح ودروس الموسيقى بعد الضهر وبعد ما يخلصهم الـ 12 سنة كانوا بيخدم السنوية العامة بتاعت الحكومة وشهادة من القرصة المتورق قائرة فكانوا يقدرهم بعد كده يروحهم يا في أي جامعة هم عاوزين يروحوها أو المدرس العليا للموسيقى يخملوا موسيقى إذا حد يعني الحمد لله يعني يطلعهم متعلمين وغير الموسيقى كبان طبعا 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 دي حاجة حلوة خالص حاجة جميلة طبعا يعني علشان يوصلهم لكده يعني جهد جامد جدا جدا وتضحيات كبيرة قوي منهم قوي اه ومشاء الله يعني وسلم للعصف لدرجات عالية جدا جدا لدرجة إن سنة 1988 كانت حاولنا نسافر الخارج وأول رحلة كانت النبسا فيعني جد الرحلة دي هي عملت يعني 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 اه جمدة جدا في أوروبا كلها كانوش مصدقين إن بنات كافيفات يلعبوا موسيقى كلاسيكية لأ وبنعفهم بقى في النمسا بالدرجة دي اللي هو مغيب بعد كده يعني اه فقالهم عليهم إن بنات النور والأمل الحرم الرابع على هضبة الأهرام يعيني بنات النور والأمل معجزة إنسانية صحيح فبعد كده بقى كل البلاد ابتدت تعزم الأوركستر والإنجلترا والسويد وألمانيا وفرنسا والكويت والأردن يعني لحد النهاردة الحمد لله الأوركستر الأول لف العالم في 32 رحلة 32 رحلة 32 رحلة 32 رحلة زار 15 دولة أوروبية خمس دول عربية خمس دول أسيوية أستراليا وكندا وفي بلاد زارهم أكتر من مرة زي زي النمسا وفرنسا وألمانيا والسويسرا واليونان وقطر والإمارات فيعني ما شاء الله يعني كان الرحلات بتاعتها بتاعتهم نكحة جدا جدا في كل حتة الناس ما كانتش مصدقة إن بنات كافيفات يقدروا يلعبوا موسيقى بطريقتهم أوه أصلا بيلعبوا كلاسيك وحاجات زي جدا الكلاسيك طبعا صعب جدا صعب جدا وبعدين كلاسيك في النمسا دي حاجة جامدة قوي يعني نروح نلعب في بينا ينغرى بيض النمسا الحد دلوقتي يزاروها أربع مرات لا دا حتى كده هتاخدوا الجنسية بقى كده هتاخدوا الجنسية تقريبا يعني لحد النهاردة يعني اللي شافهم البنات في النمسا بيتسلوا بينا لحد النهاردة والله يبتوا عن نمسا اليوم الحق كل شوية يزنوا بعتولنا نور والأمل جدا إن البنات يعني عملت يعني نمسا 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 نمسا